الاستكمال باقي أخبارنا حيث قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الأثار أن هناك 1306 قطعة أثارية سليمة بمتحف الفن الإسلامي من إجمالي 1471 قطعة نادرة موجودة بالمتحف مشيرا إلى وجود 74 قطعة تهشمت بالكامل و 26 مفككة و 64 قطعة سيتم ترميمها وأضاف إبراهيم أن هيئة المعونة الأمريكية رصدت مليون جنيه كتبرع فوري مبدئي لصالح ترميم المتحف لحين إصدار بعثت خبراء اليونسكو التقرير النهائي بحجم التلفيات وحصرها وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده وزير الدولة لشؤون الأثار اليوم بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق عقب جولته مع أعضاء بعثة منظمة اليونسكو بالمتحف والتي تضم خبراء في مجالات الهندسة المعمرية والفنون المتحفية وذلك لإعلان ما انتهت إليه البعثة من معينة وحصر ما لحق بالمتحف ومقتناته الأثرية من أضرار وكل ما تأثر من منشآت محيطة على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة والذي وقع في نهار الجمعة الماضي وذلك بحضور الدكتور محمد سامح عمر مندوب مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو وعدد من كبار الشخصيات العامة من بينهم الفنان محمد صبحي والذي قرر التبرع بمبلغ خمسين ألف جنيب وساهمة منه في ترميم المتحف معروض داخل المتحف من مجموعة أكثر من 92 ألف أثر موجودين في المخازن والتراث كان عندنا معروض 1471 قطعة من الزجاج كان معروض 126 قطعة تهشم 42 تقريبا اتكسر تقريبا بشكل كامل 12 لكن كان عندنا 72 قطعة سليمة بالنسبة للخزف كان معروض 363 قطعة تهشم منهم 10 تماما لكن المكسر اللي ممكن ترميمه 51 قطعة أما القطعة السليمة فكانت 302 بالنسبة للأخشاب كان معروض 178 قطعة تهشم منها 18 والسليم 160 لما بقول تهشم يعني تماما أما اللي هو هيمكن ترميمه فهو بنسمين مكسود بالنسبة للأحجار كان معروض 155 تهشم منها 4 وتكسر واحدة وباقي 150 سليم بالنسبة للسلاح كان معروض 11 قطعة ولم يتأثر أو يتهشم أي شيء منها والسليم هم 11 قطعة بالنسبة للمخلطات كان معروض 18 قطعة وجدوا جميعا سلام ما فيش لم يعني لهم أي تأثير الحمد لله بالنسبة للصينج والمكايل كان معروض 27 قطعة وجدوا جميعا سلام بالنسبة للسجاد كان معروض 16 قطعة وبعدين هم كلهم وجدوا سلام ما فهمش لم يعني لهم أي تأثير بالنسبة للنسيج كان معروض 23 قطعة 63 قطعة وجدوا كلهم سلام بالنسبة للعام كان معروض 67 قطعة ووجدوا كلهم سلام حاليا مفقود حاجة واحدة بس هي قطعة عملة من العام 77 أعتقد وجاري البحث عنها أطلق مبادرة بمجرد وجود رقم الحساب بمعالي الوزير بيجاهز لده عشان المصريين والأطفال بالذات أتمنى أن كل طفل يتبرع بجنيه فقط عايز كل طفل يقدر يتبرع بجنيه عشان يعرف قد إيه إن دي حتبقى زاكرة أمته مش حافظ مسا على المتحف الإسلام إحنا عندنا متاحف كتير عايزين نأمنها وعايزة مبالغ كتير وزي ما قال معالي الوزير إن ما تنفعش الدولة فقط فأنا بطلق مبادرة لمليون مصري فقط من التسعين مليون مليون مصري يتبرع في عمره ده بمية جنيه هنحصل على مية مليون نقدر نقدمهم لوزارة الأسار وأيضا أنا ببدأ الحساب ده بتبرع شخصي مني اللي أقدر عليه إن أنا أتبرع بأول خمسين ألف جنيه في هذا الحساب ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا